تنزيل البنك الأسئلة الجديدة اللي كان في 25 مارس 2024 طرح بعض الجدل صفوف المهنيين وصفوف بعض المواطنين ولكن اسمح لي سيدي أن أتطرق إلى أن هذا تنزيل البنك الأسئلة كيدخل في واحد البرنامج الإصلاحي وهو تأهيل منظومة دي الامتحان لنيني رخصة السياق وهذا تأهيل دي المنظومة دي الامتحان هي جات في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وفي العمود المتعلق بتحسين السلوك ويعني من أجل سلوك آمن كي تضمن المراقبة وكذلك التكوين وكذلك تأهيل منظومة دي الامتحان لنيني رخصة السياق نعطي أمثلة أن سمحت لكي نوضح لأستاذ المشاهدين فالإصلاح دي المنظومة دي الامتحان فيها شقين كين الامتحان النظري والامتحان التطبيقي فبدأنا هذه السنة بالامتحان النظري ولكن تنزيل ديالو كان في 25 مارس ولكن رأى منذ سنة 2020 ونحن نعمل بجديد هذا البنك الأسئلة دي الامتحان النظري لماذا؟ لأن البنك الأسئلة المعتمد قبل 25 مارس 2024 تم العمل به منذ 9 فبراير 2004 يعني منذ 20 سنة متقادم 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 وكذلك لا يستجيب لمقتضايا القانونية مقتضايا القانونية كما كتعرفوا بأن مدونة السير تم اعتمادها بالمغرب مدونة جديدة في 2010 صحيح والامتحان في 2004 وبالتالي هناك بعض المقتضيات ولا سيما المخالفات والعقوبات رحصة السياقة بالنقاط الرادارات الأوتوماتيكية لم تدمج بالأسئلة وبالمنظومة ديال التكوين بمؤسسات تعليم السياقة